اعلنت وزارة الاسكان توزيعها لدفعات جديدة من شهادات استحقاق وحدات المرحلة الثانية من مشروع مدينة شرق الحد على المواطنين المستحقين ضمن ثلاثة الاف ومائتي وحدة سكنية اضافية التي امر بها صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وليو العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء تفاصيل اوفا في التقرير التالي استكمالا لتوزيع شهادات استحقاق المرحلة الثانية من مشروع مدينة شرق الحد الاسكاني والتي بدأت بشكل دفعات متتالية وزارة الاسكان تعلن عن توزيعها دفعات جديدة من شهادات الاستحقاق على المواطنين المستفيدين ذوي الطلابات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بمحافظة المحرق وذلك استمرارا في تنفيذ برنامجها الزمني المعد لتوزيع ثلاثة آلاف ومئتي وحدة سكنية اضافية اجراءات كانت وايس سهلة الحمد لله رب العالمين سهلوا عن كل شيء وبقيت اشكر القيادة الرشيدة على الاجراءات وعلى السرعة في الانجاز الحمد لله فضلال اليوم حصلت على مشروع سكاني مشروع شرق الحد الاجراءات كانت جدا سهلسة وواضحة وبسهولة يعني خلصنا في ظرف نص ساعة الحمد لله كل الاجراءات خلصت احنا مستنسين حصلنا وحدة سكنية في مدينة شرق الحد وصراحة الاجراءات كانت وايس سهلة وسهلسة ونشكر القيادة الرشيدة احب اشكر قيادتنا الرشيدة وانا صراحة وايس وايس مستنسة تعقب خطوة توزيع شهادات استحقاق الوحدات السكنية لمشروع مدينة شرق الحد اجراءات السحب الالكتروني للمشروع على ان يتم توفيق عقود الوحدات واستلام المفاتيح فور اكتمال نسب الانجاز بالوحدات السكنية شعور طيب ان تحصل انت الوحدة السكنية اقب فترة احنا كنا ننتظرها نشكر حكومة هذه الخطوة الاجراءات في وزارة السكن جدا سهلة وسهلسة ما اخذ من اكثر من خمس رقوة الفترة اللي استلامنا فيها المنطقة اللي موجودة فيها الوحدة السكنية كانت جدا جري بالمكان كنا نتمنى مكون ما نطلع من مجال عرض المحرق فيها ومشكورين نشكر جلالة الملك طبعا من قيادة الحكيمة لرئيس الوزراء وولي العهد انا صراحة ودي اشكر الوزارة الاسكان على جهودها الطيبة والاجراءات الجدا سهلة والممتازة ودي اشكر جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على جهود الطيبة والحكومة الرشيدة انا احد سكان منطقة المحرق وفعلا كنت اتمنى ان احصل في شرق الحد وفعلا الحمد لله ربي وفقني والله اليوم استلامني شهادات شرق الحد لهذه الأمر ادخل الفارحة والسرورة عليني وعلى اهلي اشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء سمو ولي العهد صراحة شفت الاجراءات اللي قامت بها الوزارة اجراءات سالسة ومارنة واخذين الشهادات في وقت غياصي اشكرهم على جهودهم والله اعطيهم الصحة والعافية وزارة الاسكان تحرص على الانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج الحيوي في اسرع وقت ممكن لتكون قد قامت الوزارة بتوزيع اكثر من ستة الاف ومئتي وحدة سكنية خلال النصف الثاني من العام الجاري في اطار رفع العرض من الوحدات السكنية في كافة محافظات المملكة ومشاريع مودن البحرين الجديدة للإيفاء بمعدلات الطلب الاسكاني خلال فترة زمنية قياسية وبالجودة المطلوبة ايمان شرف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين